طيب ايه هي اهم الكورسز اللي المفروض اكون انا باخدها لو انا بدور على شغل دي حاجة تفرق مثلا في مكان انا بحاول اتعاين فيه وغير موضوع اللغة يعني احنا عارفين طبعا اللغة ده حاجة اساسية اهم حاجة دلوقتي انا بشوف اللي هو لازم دلوقتي بدر الكورسات دلوقتي عودناها حاجة دايما متسميها soft skills اللي هي المهارات تمام المهارات مهمة جدا 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 للشباب لازم تكون متستخدمة لازم يكون عندنا المهارات اللي انا كلمت فيها دي بتفرق شخص عن شخص وفي نفس الوقت المهارات دي تتحول لكيس استودي موجودة يعني دلوقتي فيه ناس كتيرة بتيجي تحطى في السيفيل اللي انا بعرف اشتغل تحت ضغط طيب ممكن اقوله اديني مثال انت اشتغلت تحت ضغط ازاي في اي انترفيو بتلاقيه مش عارف بس ممكن حد تاني يقوله لا والله انا كنت موجود في مكان فلاني فقدرنا نعمل الكيس استودي دي فقدر تحقق النتيجة الفلانية دي فبدأ بيكون مختلف عن السيفيل اللي انا قدر احول المهارات دي لنتائج او كيس استودي قدر اشتغل بيها الكورسات دايما اللي احنا بنقول بيكون مفيدة في الجزئية دي حاجات اللي احنا نقدر زي ما اتكلمت فيها ادوات اللي هي بتاعت السوشيال ميديا بشكل كبير الكورسات اللي ليه علاقة بالسوفت سكيلز اللي انا الناس بتبقى شايفها مهارات لا دي بيبقى ليها كورسات موجودة سواء على مواقع التعليم الالاين سواء كورسيرا سواء ادراك سواء الحاجات اللي احنا ساعات بنزلها في الجروب يعني اخر فترة كانت نسرين بالله كانت عاملة تحدي اللي احنا كل يوم بناخد كورس صغير لمدة مساء عشرين دقيقة على منصة معينة والناس بتنزل الشهادة دي لنفس البشرية دايما بتحب الشعور بالامتنان طبعا فانا ما بنزل الشهادة فبحس اللي هو عمل انجاز فانا دلوقتي ايه ده والله ده انا بتطور لا ايه ده ده انا باخد الجزئية دي فابقى بقى شاطر في الحاجة زي كده ففيه كورسات دايما دايما بنتكلم فيها عشان برضو ما بنبعدش عن السؤال كورسات السوفت سكيلز مهمة جدا جدا لهيه المهارات ولازم دايما برضو اشوف السوق رايح فين دي دايما الناس بتخفر عنها بمعنى ايه اللي احنا فيه وظايف كتير غير اللي احنا بنقول جرافيك ديزاين لا فيه مجالات كتيرة دالوقتي داخل فيها الزكاء الالصناعي دلوقتي دايما بنلاقي البنوك ان هو بيقولك ده مميكا ففيه حاجات كتيرة لو احنا جينا تعلمنا فيها من دلوقتي او وجهنا النظر لها دلوقتي هتاخد فيها هتاخد فترة صعبة هيكون فيها مرتب ممكن يكون بسيط بس فيما بعد هتكون انت اللي بدأ المجال ده زي ما احنا جينا فتكبر فيها فانت دلوقتي مما بتيجي تدور بتدور تشوف المستقبل عايز ايه التطور هل الوظيفة اللي انا اخدها او الكورسات اللي انا اخدها في المجال دي هتفدني في الحتة دي ولا لا فانا بدور دايما بشوف الاتجاه بتاعي لازم اكون عارف نفسي عارفت نفسي اخد الكورسات المناسبة بتاعتي بتاعت السوفت سكيلز اللي اقدر اشتغل بها حساس اقدر اطور من نفسي بها تاني حاجة لازم اشوف المجال ده مناسب في المستقبل ولا لا يعني بمعنى كبير احنا الفترة دي فيه حاجة ما يسموها الاي اي ودلوقتي الدولة بتتوجه لده زي مثلا وزارة الاتصالات عامنا بالتعاون مع يوديستي لها سعب بتعلم برمجة سعب بتعلم الاي اي اللي هو اي بقى الزكاية للصناعي الحاجات اللي بتدخل فيها الزكاية الصناعي بشكل كبير في الشغل بتاعنا هيجي يقولك لا ده خلاصة يعني الناس بتيجي دايما تقولك ايه ده يعني هو الريبورت او الناس الانسان الصناعي ده هيجي حل عن كل الشغل اكيد مش كل الشغل احنا دايما عندنا اللي احنا احنا اكيد هنفل وراء بس فيه شغل معين بيقلل الجهد البشري زي ما احنا بنشوف دلوقتي ان احنا حوالي ساعات فيه شغل بنقلل فيه الجهد البشري بشكل كبير فمنختار اللي هو ده بدم فيه تولز معينة دلوقتي انا عايز اعمل بريزنتيشن اذا ده فيه كنفة موجودة بدل ما اروحها جرافيك دزاين ده بريزنتيشن جاهزة فيه مواقع بتوفر ده وهكذا في كل الحاجات المجالات الموجودة في شكل كبير الفترة دي بس